اشتركوا في القناة الحاجات الكبيرة اللي هي بتبقى اساسية موجودة يعني المشاكل بتبقى موجودة وترحى نفسها الشقيعة هي عبارة عن ايه الالتفاف حولين وضع موجود بالفعل في المجتمع لكن مسبباته واخباره في الازدياد او في الانكسار او 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 دي هي دي ايه بقى النمط اللي بيشتغل فيه الشقيعة لكن التأثير ده ايه يعني احنا ما نجي نتناول هذه المعلومات بدون تطقيق بدون اي ما يكون بقى يعني احنا لما نكون فريسة لهذه المعلومات المغلوطة او اللي هي لها اهداف مخطط لها يعني او غير مخطط ده بيكون تأثيره ايه على الدولة على المنطقة على الحياة عمتا يعني ده هنعرفه ان شاء الله من ضفنا دكتور جمال الشعر وستاذ علم الاجتماع بجمعة الازهر برحب حالتك يا دكتور اهلا وسهلا اهلا بحضرتك وتشرفت بلقاء حضرتك اه يعني ده مش اقول لقاء يا دكتورة طبعا انا فاكرة طبعا اه طبعا بشكر لحضرتك الدعوة الكريمة وللبرنبل الكريم دعوته لي وبشكر قناة مصر الزراعية اه يعني اكتر من مرة مرات عديد يعني اه القناة الرائدة لنشر الثقافة الزراعية في مصر والعالم العربي ربنا يا خلي وانا بسعد برضو بسجل برضو يعني اعجابي وساعدتي اه بتوجيدي في هذا البرنامج مع ساعدك الله يخليك ده احنا طبعا صعداء والموضوع بتاعنا بقى كمان بايا دكتور يعني فرض نفسه بشكل كبير جدا اه في الايام العادية احنا عندنا كم هائل من الشائعات فما بالو احنا بنعاني ازمة كبيرة زي دي فرض نفسه على حياتنا بشكل كبير جدا جدا نكاد نقوم وننام ونقوم على اخبار كورونا ايه الدنيا عاملة ازاي يعني هل ده مناخ طبيعي لانتشار الشائعات بسم الله الرحمن الرحيم بداية يعني ايه شائع بقى دكتور يعني قبل ما اتكلم عن المفهوم الشائع عايز اتكلم برضو ان في خلفية تاريخية عن الشائعات ازاي انتشرت لو نرجع بالتاريخ هنلاقي فعلا ان الشائعات ديات كان بدايتها من اول ادم وحواء ابليس لما داخل الجنة وسوس لادم وحواء لهم يقلم الشجرة فوسوس لهم الشيطان اللي يبدأ لهما موري عن سوقاتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة ونادهما ربهما غضب ربنا سبحانه وتعليه نعم تعقبت اكتر بولادة سيدنا عيسى عليه السلام فولادته جعلت اليهود يبسوا الشائعات حوله حول ميلاده وتشكيك في طهارة السيدة مريم يا مريم يا اخت هروم ما كان ابوك امرأة سوق ما كانت امك بغية انت جبتنا دامنين فدي برضو كانت تولت الاحداث في عهد رسول صلى الله عليه وسلم ومع تطور الدعوة الاسلامية عبر عصر النبوة والخلفاء الرشدين برضو كانت هناك شائعات انتشرت بسرعة جدا يعني اسرع من الصوت الضوء تولت هذه الشائعات يعني معاقب عصور طويلة واحقاب كبيرة جدا حتى وصلت الى استخدمت صور الهنود في عام 1957 لما كان فيه شائعات وصلت ان المدافع دينات المدافع بتاعتهم فيها زيت خنازير وبقر فاضطر ان هم الجنود اللي هم في الجيش الهندي يستخدموا مدافع تانية وتركوا الدينات دي على الساس فيه شائعات اللي كانت اكثر كفاءة اه يعني سابوا الحاجة القوية اه بالزبط ان الهندوس بي عزموا ويقدسوا عبادة البقر وبتاع فطروا كل الحاجة دي نعم طوالت الاحداث برضو فيما بعد عبر الوصول الاجيال الى ان توصلت وصلت الى الحرب العالمية الاولى اللي كانت في الفترة من 1914-191919 واسناء الحرب العالمية التانية اللي كانت برضو من عام 1939-1945 انتشرت فيها كانت بداية لظهور التقنيات اللي هي فيها التواصل اجتماعي في بداية فأثرت على ظهور الاشاعات بصورة سريعة جدا جدا ومع التوسع اكتر فيما بعد توسعت تقنيات الحديثة والاليات اللي دخلت في شبكات الانترنت علشان يكون للشائعات يعني مرتع خزب تنمو فيه بهذا التواصل لما نيجي بقى لمفهوم الشائعة يقول ان هي عبارة عن اخبار بيتناقلها الناس دون التحقق من صحة هذه الاخبار والمعلومات تنتقل عن طريق اللفظ او النكتة او الاحداث المصورة الهدف منها تأثير على معنوية الشخص نفسه وتفكيره وخياله بصورة تجعله يضيف اشياء لم تكن موضة في الشائعة ويضيف عليها اكثر ما كانت ده مفهوم الشائعة يعني بصورة مبسطة تمام نقدر نقول ان من يطلق الشائعة هو شخصية معتلة عنده علة مثلا نفسية عنده اسباب اجتماعية ممكن يكون يعني مثلا عنده حالة من الحقد مثلا عنده حالة يعني يبقى عنده السخط على الوضع القائم في المجتمع السخط مثلا على الوضع التمرد على الوضع القائم فبيضطر طبعا يتخذ يعني اساليب كتيرة لتروج الشائعات ده الهدف الشخصي فقط لاي حد بيروج شائع لكن ما كلمناش باعا ان هو اداة في كيانات او منظمات او حاجات زي كده لسه لم ندخل في هذا القبل نعم نعم لان طبع لسه لها الشائعات برضو ديها خصائص الخصائص ديات منها لازم يتم نشرها الاول عبر مواقع التواصل وما اكتر المواقع طبعا النهاردة اللي هي بتنشأ لاشخاص طبعا يعني سهولة فتح حساب النهاردة في مواقع التواصل امر سهلي جدا ما فيش مشكلة ما فيش رسوم نشتراك فبتدخل جنسيات مختلفة وتدخل اشخاص غريبة وتدخل تنظيمات غريبة في المواقع ديات وبأسماء مستعارة فبيبدأوا طبعا بأفكارهم اللي هما والمبادئهم اللي هما نشأوا عليها وسياقات معينة هما عايشين فيها يبدأوا يبسوا هذه السموم في أرجاء المجتمع طيب دكتور جمال يعني الفترة اللي احنا فيها دلوقتي اصبح فيه اكتر من سبب الانتشار الشائع خصوصا لما يبقى انا اقدر اتواصل مع كان مكبير جدا من الناس اكيد اكون اتواصل مع العالم باكمله وانا قاعدة في بيتي بمنتهى الشهولة والاريحية بدون اي نوع من انواع الاستعداد او المجهود تمام فده في حد ذاته هو بيفتح شهية الانسان الطبيعي انه هو يكون صاحب معلومة تمام يكون صاحب رأي تمام يكون صاحب ان انا يكون صاحب بصمة على جماعة كبيرة من الناس هتندهش للخبر اللي انا هطلقه على علته تمام فبالتالي انا هاخد نسبة متابعة اكتر هاخد نسبة من الجدل الناس هيكلم والي انت جايبتي ده منين ده خبرها بيدي ده ده اللي انت جايبه ده فباخد دور من المعية في المكان سواء بقى المطافق معايا اللي هيكلم او مختلف معايا لكن على ما اعتقد الامور بقت الشائعة دلوقتي بقى شيء احنا بنوعيشه بشكل غير طبيعي تمام غير الفترات اللي فاتت يعني تمام او الاجيال اللي كانت قابلينا يعني تمام طيب هنا احنا بنعايش الحياة لا تخلو من الازمات قبل ازمة كورونا كان فيه ازمات مختلفة كان فيه الفرنزة الطيور الفرنزة الطيور عندنا مشكلة المياه واحنا هنعمل ايه واحنا مهددين بشح مائي احنا فعلا نعايشين شح مائي وكان فيه سارس وكان فيه اجراءات بقى لا ده ده البنزين هيغلى لا ده ما عادش هيبقى فيه كذا لا على فكرة ده الدولة هتسرح المواطنين وهتخليهم يعني احنا يوميا حالة وحملة تخليها تصدي بتاع العربية دي برضو مش عارف ما عرفش بقى ايجابيتها من سلبيتها الله اعلم شايعات مش عارفت الله احارتك عايز تشيري عربية طي المهم يا فاندب يعني احنا يوميا حياتنا مليانة مشاحنات مليانة ازمات تمام فكيف نستطيع ان احنا نطلع الخبر الحقيقي وان احنا يعني انا كمواطن ازاي انا الفلتر تمام للخبر اللي بيجيلي ده أصدقوا ولا ما أصدقوش ولا عمل ايه هو ده يعني السؤال ده يعني سابق اولا شوية يعني كنت ستكلم عليه لسه فيه سبل التصدي للشائعات يعني كل خطوة في خطف يعني انا يكون مش مشكلة عادة عادة هو طبعا ده وهو سبل التصدي للشائعات هو اللي انا بقوله الحضر لا تمام ازاي انا الفلتر تمام كده هو فيه نقطتين مهمتين لازم نركز عليهم في سبل التصدي للشائعات التي تتناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي نعم اول شي نشوف الحل الاسلامي بتاعنا الاول يعني فيه حل من وجهة نظر الاسلامي اول شي ان احنا عدم يعني ما نسمعش اي حاجة من تصدق التثبت من القول ربنا سبحانه وتعالى بقول يا ايوان الذين امنوا ان جاءكم فاسقوا من نبأ فتبينوا تثبتوا ان تصيبوا قوم بجهالة وتصبعوا على ما فعلتم من هدمين فربنا سبحانه وتعالى وصف الراجل اللي هو بيشعل الفحش الفحشة ده بالفسك انه خرج عن الاطار اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في الكون ان احنا نبن ملتزمين بالمنهج الالهي ما نحيتش عنه ما نحاولش نزيل على ربنا سبحانه وتعالى في المنهج اللي هو رسمه للبشرية الشيء التاني حفظ اللسان وان احنا برضو ما نجذبش يعني في الشائعة اللي حدست حاول حدث الافك بتاع السيدة عائشة والامنين رضي الله عن ارضها وطبعا ده يعني اطهر فراش هو فراش النبي سلام وفراش السيدة عائشة طبعا نتيجة برضو الحادث والشياء اللي حدست ديت والاكاذيب والافتراءات اللي حدست على نفس السيدة عائشة فطبع ربنا سبحانه وتعالى برضو انزل في قرآنه قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب من علوم في الدنيا والاخرة قال ايه برضو على لسان اذ تلقوناه بألسنتكم اذ تلقوناه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم نعم انت خلاص انت خلاص تنقلتوا كده لان الصحابة الخبر صار في المدينة سريان يعني السورة السورة عمل ازاي نعم خبر صار بسرعة فعمل يعني بالملة كبيرة فهم تنقلوا بألسنتهم يعني انما لو كانوا سمعوا وحللوا الوضع اكتر ما كانتش هيوصل الى هذه الحدنة الشي تاني الاستان برضو بنهانة عن سوء الظن ربنا سمعاته يقول يا ايولادي اعمنوا اجي تاني وكثيرا من الظن ان بعض الظن نعم لي يعني يعني المؤسيء الظن بكل شي لازم ادقك فيه واعمل فيه التفكير يا ربنا سمعاته اعطاني العقل نعم علشان ده محل التكليف اللي هيسألني به انت بتميز به بين الصح والغلط الوحش والد الحل طيب انت ايه اللي خلاك نمشي في الطريق الغلط ربنا قدامك الطريق للصح الحاجات دي كلها طيب الحاجة اللي بعد كده ارجع الامر الى اهل الاختصاص أربان سمعاته تعالى بيقول في سورة النساء ولو ردوه الى الله والى الرسول والى الامر منهم بعلمه الذين استنبتوناه منهم ماشي واذا يعني ما يكون فيه خبر يزاع من الامن او الخوف ماشي وقال الاختصاص ما يعرفوش يتكلموا فيه لا لازم يردوه لازم يردوه القال الى اعلام والاختصاص عشان يحكموا فيه وهم اللي يفتوا فيه وهم يتكلموا فيه في هذا الاشي طيب فيه دور اجهزة الدولة بقى فيه اجهزة الدولة بتاعتنا نبدأ ب اجهزة الاعلام دي بقى اللي الدوق نسلط عليها بشدة جيهزة الاعلام لها دور خطر جدا اخطر دور نتوقعه في القضاء على الشائعات او حتى التقليل من حدتها هو دور الاعلام ما شاء الله نهارده الاعلام يعني دوره كبير جدا وبيقوم بدور حيوي ويميل جدا ويعني في مختلف القنوات وسواء برضو كان الاعلام المسموع او المرء او المكرو نعم عايزين يعني الصفحات الخاصة بالاعلام يعني برضو يبقى فيه المسؤولين عن الصفحات دي هتدخولوا يشوفوا حد بمغرض بيخش يرمي بشائعة كده بيتكلم عايز يصير بلبلت المجتمع بايه عايز يوصل الناس لاي حالة من عدم الاستقرار والزعزعة زعزعة الامن والاستقرار وانهم يعيشون في كابتة اكتر وإحباط اكتر وحلع اكتر وتوتر اكتر وده في حد ذاته ده يعني الخوف في حد ذاته ده يعتبر يعني سورة الخوف وشد حدته في منجة نظرة خاصة ان هو يعني اكتر من فارس نفسه يعني ممكن القصر الخوف المستمر خالي الانسان يعني يعيش في دائرة نفسية مغلقة تؤدي بالي ان هو ممكن يهبط في ساعاته ويعمل طيب فإذا هو تلازم يكون فيه تفعيل اكتر اكتر من امر الهي اه لا تخافه ولا تحزن بالضبط نعم ويعني يعني يعني برضو امر بان احنا لا نيأس من روح الله انه لا ييأس من روح الله إلا القوم والكفر إلا القوم والكفر فإذا نعمة الاستبشار هي نعمة ومنهج رباني ومن سيحيد على هذا المنهج يحيد عن الطريق الرباني الطريق الروحاني اللي هو ما هواش اختياري ده طريق عقائدي تمام فحوى العقيدة سواء احنا كمسلمين غيرنا من المسيحيين وعلى فكرة ايضا كمان العقيدة اليهودية الفحوى القائمة عليها هي الاستبشار تمام اليهود استبشاروا بما جي سيدنا محمد تمام وقالوا انه احمد ايضا كمان في الانجيل في كل الاوراق السابتة لديهم هناك استبشار بالامور ستكون افضل وان هناك حد هيكون ان شاء الله هو مخلص للبشرية من الظلم تمام وهناك اشارة الى انه سيد المرسلين فاذا البشارة هي في عقيدة الانسان هي في صلب الانسان ومن يحيد عن الاستبشار هو يحيد عن المنهج الانساني اللي ربنا وضعه فينا كفطرة احنا فطرتنا الاستبشار تمام ولذلك احنا في الفترة اللي احنا فيها دي هل الاستبشار يندرك تحت البند الشائعات مهاصلة لازم كل حاجة تمشي بميزان يا دكتور تمام مش كده برضو وقافة الحياة اللي احنا بنعيشها هي التطرف تمام سواء با اذا كنا التطرف يعني ايه ان انا امشي بطريق اكتر او ان انا اخد مسلك سلوك منحرف سلوك اكتر غلو غلو يعني مغلافي في المنهج ممكن ابقى مغالية قوي في الاستبشار فيبقى عندي حالة من البلاهة تمام ممكن ابقى مغالية جدا تمام في التخوف تمام فيبقى متشأمة ودنا قال لا ايه لا طايرة بزفت لا عدوى ولا طايرة لا عدوى ولا طايرة تمام نعم فاذا المنهج هنا الاستبشار كيف ان انا اسلكه كمسلك حياتي مسلك طبيعي في حكمي على الاشياء حكمي على الامور هو الاستبشار طبعا ده ربنا سبحانه وتعالى او ضعف البشرية عشان نسر بيه عن الهموم بتاعتنا المشاكل الحياة اليومية الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث وبشر ولا تنفرهم نعم وقال انما بعضهم منسرين هتبقوا لي يعني افضل يعني شيء تعمله انك تدخل الصرور على واجه مسلم يعني ابو الشهر واحد قدامه مثلا انه فيه امل في بكرة نعم فيه تفاؤل ان ربنا سعونا تعالى بقدرته ان شاء الله يعني ما دوم نحن يعني مشيين على المنهج ومشيين على حسب ربنا سعونا انبراسة مننا في الحياة هيبقى فيه امل في بكرة فيه النظرة الواعدة للمستقبل هتكون احلى واحلى البشارة دي في حد ذاتها انا بعتبرها قيمة اجتماعية جبيرة جدا نعم وبيعتبره معدى النفيس مش اي حد النهاردة بيتصف به او اي حد النهاردة يمتلكه لما قابل كده زميلي او صاحبي او جاري او اخويا او او انا باتحك في وشه كده ماشي اعبس وشه طبعا اكيد لما اضحك وشه هبس الامل والسرور والتفاؤل لكن برضو الدين بتاعنا دين الوسطي يعني ايه انسان يعني اه فيما بعد يكون مردود المجتمع عليا او رد فعله عليا هو هو مو عليا انا في الاخر انت انسان مغالي في كلامك انت انسان كل كلامك عشمتنا وعملتنا من البحر طحينا وعملتنا من الفسيخ شربات الكلام بقى لما حاجة اللي عندنا في المجتمع دي وكلها الالفاظ الدرجة ديت وبالتالي هذا الشخص يعتبر في نظره منبوص في المجتمع لانه اشاع شيء ياريته اشاعه بطريقة يعني فيها مناسبة للواقع نحن عاشين فيه طبعا فيه ناس فيه فئات كتير متعلمة ومستنرة في المجتمع وما اصبحش النهاردة المجتمع بتاعنا المصري باختلاف قطاعيه الريف والحضري زي زمان بقى مش عارف التعليم بقى للطبقات النبلاء ومش عارف اولاد الاغنياء وابن نظر العزبة والكلام ده والكلام لا ده خلاص اصبح ما شاء الله النهاردة الريف بقى فيه استمرارية ريفية حضرية بين الريف والحضر النهاردة اصبح الريف النهاردة هو تبكال سنوان وتوأم الحضر في كل شيء فانت ما تتكلم راعي الجمهور انت بتتكلمه الاول راعي نوعيات الناس اللي انت بتكلمها راعي ان فيه اختلاف وتباين في المستوات التعليمية قدامك اساس جامعات قدامك اصحاب مناصب قيادية في البلد قدامك يعني ناس اوضاعهم اصحاب محافظين مستشارين مش عارف ايه الاخر كلام ده هو فدايما الانسان اللي بيتكلم اللي هو يبقى عنده ملكة ان هو يستخدم سلاح بس الامل والتفاؤل في نفوس الضعفاء واللي هم معايشين تحت خط الاكتئاب والقلم النفسي والاحباط يبقى عنده فراسة نعم ويبقى عنده يعني ايه يبقى لا يغاية ما زيتش يبقى كلامه في ايه يبقى الخبر حضرتك قلت ان اللي هيبقى يعمل ده في نفوس الضعفاء اذا اي حد عنده حالة من التشاؤم هو في حد ذاته هو هيبقى ضعيف وكلمة ضعيف مش بس ضعيف معلويا ده هيبقى ايضا كمان ضعيف جسديا تمام تأثير الشائعة المدمرة اللي بتحمل في طياتها حاجات كتير قوي سودة سودوية شائعة سودوية تأثيرها ايه على نفسية الانسان وصحة الانسان فينا بعد الأشعة السودوية دي بتعمل اه يعني احنا عندنا في علم الاجتماع بنقول ان اي سلاسي مدمر لأي مجتمع هو ثلاث حاجات ماشي الجهل ماشي ويجي من وراه يجيب من وراه الفقر وبعدين المرط طيب الأشعة اللي بتكون سودوية هتأثر على أصحابها ماشي هاي بالكبت الزائد بالإحباط الزائد بالقلق الزائد بالتوتر الزائد عدم الاستقرار في المعيشة عدم الاستقرار في اتخاذ القرارات الحاسمة في حياة الأسرة عدم الاستقرار في العمل بيئة العمل بتاعته مش هيعرف حتى مع جيرانه مع أصدقائه مع زمله في العمل هيبقى إنسان هيبقى عبارة عن جسد ماشى على الأرض بس تفكيره مزعزع يعني مفيش شيء يجعله اللي هو الباب متفاق يعني خلاص طيب أنا هعمل إيه هروح الشغل إيه هعمل إيه مدام ما الأوضاع زي معيه مفيش تغير في شيء الوضع بره تعبان مفيش تغير في حياتي آآ أنا مفيش حاجة خلاص الوضع بيزداد سوء فخلاص هنا أصبح يعني زي إيه السوس اللي بنخر في الخشب وعمل ينخر ينخر لحد ما أخدنا الخشب خلاص وقعوا خالص معكش في حاجة فإذن يتتخيل إيه من شخص حياته كلها يعني محاطة بإشاعات سودوية نعم ما فيش شخص حتى بيدله أمل واحد في المية أمل حتى واحد في المية حتى نعم يعني طب ليه طب ليه إحنا يعني منعش كده وإحنا حتى يعني نقول الأمل إن شاء الله جاي الأمل في ربنا ماشي أمل في ربنا طب أمل في ربنا وإحنا قاعدين سكتين وإلا نروح نشتغل نخلص في عمالنا قادر الشي نحاول نقدم مسؤولياتنا قادر الشي نحاول ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاتقوا الله ما استطعتم نعم تتقوا ربنا يعني إيه يعني تعملي الحاجة اللي تبعدك عن أنك تزعلي معنا صح فأنت إنسان مش هيبقى معا فلوس اللي زي اشتغل أسمى لا توم ترزعب ولا فضة نعم يبقى إذن أخلص قادر الشي عشان يبقى عندي تفاقل وأمل في بكرة سيبك بقى من الناس اللي فيه فئات تانية بتحاول تهدم المجتمع وتهدم البناء الاجتماعي للمجتمع ماشي في نفوس المؤسسات والأفراد اللي عاملة في المؤسسات حتى الأسر اللي هي النسق الأسر الصغير نعم للمستوى المجتمع ماشي ده بيحاول برضو فيه ناس وظيفتها مرضى نفوس ومرضى عقول ومرضى سلوك هدفهم كله هو زعزعة المجتمع وزعزعة استقراره وإن بالمجتمع لعيش كده يعني زين مثلا حاجة بالطير في الهواء كده هخفيفة خلاص طيب يعني معنى كده إن الإشعة بحد يعني بكل أشكالها سواء كان صاحبها بيمارسها نتيجة مثلا اعتبارات شخصية ونفسية يعني هو مش موجه يعني هي هي معوى اللي هدمه هو شخصيا قبل ما تبقى يعني أكيد هو بيشارك في الهدم بناء نفسه هو نفسه هو ذات نفسه طبعا درجة موحد لأنه طبعا بيشارك كده يعني في صورة من صور السلوك الانحرافي ماشي وأنه يعني يعني أعمال بالغرض منها تشويه صورة المجتمع وهو جوز من هذا المجتمع قدر الشعاعات يا دكتوري قلت لنا عن تاريخ الشعاع ده من أيام هذا محووة هل أتراكم لنتائج هذه الشعاعات هل نقدر نقول أنها خلقت يعني لو لو الإنسان ما عملش حالة من أنه يجلي شخصيته ويجلي روحانياته لأن حالتك مدام بقى تطرقت بقى للباب الديني هنقول أن كل العبادات اللي بنعملها هي كلها عبادات لصيانة الروح وصيانة النفس بما يعلق بيها من مشاكل وأزمات نفسية لو أنا ما مارستش العبادة دي بالشكل ده بالخضوع والاتجاه الكامل للمولا سبحانه وتعالى مش هاخد لب العبادة وهو أن أنا أجلي روحي أنا أضافة أطهر قدر الإمكان فده الحمد لله من قدم وحوة إلى الآن وإحنا عندنا ارتكازات عبادية وشرائع يعني نعم وده بيخلينا نبقى مستمرين ونقدر نعيش تمام اللي أنا عايز أقوله إن الإنسان اللي عنده هذا الكم من التراكمات هل معنى كده هو بيبقى هو ذات نفسه بقى محرك هو بيععارف حالتك مثلا ماوس لما تيجي انت بالمحرك بتاع الكمبيوتر بتدور على حاجة معينة يبقى مستقطب لكل ما هو سيء حتى وإن كان حقيقة هل ممكن يكون ده نتيجة مرض أو تراكمات أو نتيجة تدعيات الشائعات بكل أشكالها بدون من قدم يعمل تجليل لنفسه ولروحه لا وطبعا زي ما حضرتك قلت دلوقتي إن الإنسان لما يقوم على الأخبار السيئة لا هو دائما إنسان روحانياته عالية عالية جدا لا يمكن تؤثر فيه الشائعات كده بسهولة وبساطة ينريبها يبقى عنده أصلا حصانة إيمانية نعم ماشي تمنعه أنه يسمح حتى لنفسه أو لفكره أنه يهتم بهذا الكامل من الشائعات ليه؟ لأنه أصلا في روحانياته مع ربنا سبحانه وتعالى عارف أنه فيه قضاء وقدر وعارف أنه فيه رسالة وربنا سبحانه وتعالى خلقه من أجله وما خلقه الجنة والإنسان إلا إيه؟ إلا اليابدون نعم فإذن ومشي يقعد ربنا بس مشي يقعد بقى في المساعد يصلي وبتاعه وقدر فرج لا اللي عمل في حد ذاته عبادة كلمة عبادة شاملة في المنطوق الديني العمل عبادة وهذا حديث شريف تمام وأيضا كمان يعني العمل قيمة في حد ذاته التواصل مع الناس اجتماعيا هو عبادة العمل قيمة دينه اجتماعيا والدين في حد ذاته هي معاملة والمعاملة هي صلب العبادة تمام فإذن يعبدون فإذن كلمة يعبدون هي كل مناح الحياة بالضبط دخل في كل حاجة مش بس أنا أعقوم أصلي ولا لا إن أنا تواصل مع الناس إن أنا يبقى عندي رسول السلام يعني في الدولة الإسلامية كان بيتصل مع الصحابة نعم وبيتواصل مع غير المسلمين مع صحابة دانية التامية وكان له تجارة وكان له تعامل معه حتى قبل وفاة نبي صلى الله عليه وسلم كان رهن دروع عنده واحد يهود كان بيتعامل معه الصحابة برضه اتخذوا نبي صلى الله عليه وسلم القدوة بتاعتهم والمسألة الأعلى في كل شي فكانوا بيتجروا مع المسلمين ومع غير المسلمين وكانت ثقافتهم منفتحة كان فيه يعني انفتاع للعالم الخاريه مع غيره من أصحاب الديانات نعم فإذا هنا الشخص اللي هو روحاناته عالية صعب جدا إن الشائعات دي تدخله من أي مدخل خاصة أنه فيه حصانة ناقل أساسا كمان يعني لا حيصدق ولا حينقش الضبط فيه حصانة نعم صحيح وهو نفسه بيتكلم يعني بيوجه الناس اللي ما يعرفوش بيديهم من روحانات دي يقولهم لا ده الدين بتاعنا بقول كذا وكذا ومحلش يستسلم الشيء عن دي ولينة في التاريخ الإسلامي كذا حادث الإفكة حصل فيه كذا والقرآن بيقول كذا ده حتى القرآن بتاعنا نهى عن قصف المحسنة الغافلات إن الذين رموان المحسنة الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ونهم عزاب العظيم نعم صحيح بقى معلش أقولت برضو عايز الحياة وقتنا خلص معلش أسترجع الآية القرآنية بس قبل ما أخطأت فيها بس فأعلم من خمسين أو أربعين سنة أو إذا جاءهم أمره من الأمن أو الخوف أذعه به ولو ردوه إلى الرسول وقالوا الأمر منه بالعلماء والذين أستنبطنهم نعم تبع يا فعندة بشكر حيك شكرا جزيلا دكتور جمال الشعر أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر شكرا جزيلا المشاهد يا الكرام شكرا جزيلا شكرا جزيلا إن شاء الله انتظرونا بكرة حالة جديدة ودائما نتمنى لكم السلامة ونتمنى لكم إن شاء الله أن نعبر جميعا هذه الأزمة على خير بإذن الله وفي أسبوع على خير إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا